أخبارنا وهنبتدي في البداية بكرة اليد اللي فرضت نفسها بشكل كبير كلعبة شعبية تانية بسبب أكيد نتائج منتخب القومي للرجال والسيدات لسه ما دخلوش زي الرجال على الخط ولكن بدأ المنتخب السيدات يعني يشارك بقوة في المحافل الدولية ولكن الرجال حققوا نتائج كويسة جدا على مستوى الرجال والشباب والناشئين ففرضوا نفسهم بقوة كلعبة شعبية تانية الفريق الأول لكرة اليد في نادي الأهل بقيادة مستر ديفيد ديفيز يعني بيكمل استعداداته عشان بطولة المحترفين اللي هتنطلق في واحد تسعة بإذن الله في أول مباراة مع نادي الظهور مستر ديفيد ديفيدز رافع الأحمال البدنية بشكل كبير خلاص رجعوا من البصنة والهرسك بعد المركز التاني بعد برسلونة في بطولة البصنة أو بطولة الأبطال الدولية اللي تلعبت في البصنة رجعوا واخدوا يومين راحة بالعدد وبدأوا طبعا الاستعدادات رافع الحمل التدريبي بشكل كبير جدا وده وضع طبيعي كل ما هيقرب من واحد تسعة كل ما هينزل بالحمل التدريبي وأول مباراة زي ما قلت لحضراتكم هتبقى يوم واحد سبتمبر مع الظهور طب هم بدقين ليه اليد؟ بدقين بدري لأن فيه التزامات كبيرة جدا وبطولات متعددة سواء محلية أو دولية أو قرية الفترة اللي جايه فكان الزام على اتحاد كرة اليد أنه يبتدي المنافسات المحلية بدري واحد تسعة أول لعبة جمعية هتبتدي السلة لسه المنتخب بيلعب كاس عالم الطائرة لسه هيلعبه بطولة أفريقيا فإذا ما عندكش يعني فرق خلصت التزاماتها الدولية أو المحلية غير كرة اليد ليوم نظام أنت تابع الأجندة الدولية تابع الأجندة اللي بيحطر اتحاد الدولي بتاعك فالنهاردة احنا الدور المحلي هيبتدي أو دور المحترفية هيبتدي واحد تسعة عشان فيه بطولات أفريقيا أجيب لحضراتكم امتباعا البطولات اللي هتيجي أو المكتوبة أو في الأجندة لفريق الرجال أو السيدات وطبعا بفكر حضراتكم أن فريق كرة اليد ده أكيد حاجة طبعا أكيد كلنا فاكرينها أنه هو بطل أو حامل لقباي الدوري والكأس في الموسم الماضي النادي الأهلي هنا بيدافع عن لقب الدوري والكأس إن شاء الله انحقق موسم تاريخي زي ما حققناه السنة اللي فاتت في كل الألعاب ويعني خطوة خطوة كده إن شاء الله كل فرقنا تكلل بالنجاح